طيب بقي الآن دعوني أذهب معكم لبرنامج إحصاء القرآن أنا أريد أن أعلم يعني العدد الذر الآن قلنا للحديد كم كم 26 طيب هذا العدد الذر 26 هل يمكن أن نجده في القرآن بشكل ما يعني يعني الله عز وجل انظروا مع أيها الأحبة وضع في القرآن 6 آيات تتحدث عن الحديد انظروا أيها الأحبة الآن دعوني أضيف فقط البرنامج هنا أريد أن أضيف برنامج إحصاء القرآن العظيم الآن كما نعلم أن القرآن نزل بالرسم الأول يعني أنا عندما أريد أن أعد الحروف التي تشكلت منها آية معينة استخدم الرسم الأول لأن القرآن كان هكذا مكتوب هكذا أيها الأحبة حتى من دون تنقيط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد انظروا كيف كتبت كلمة وأنزلنا من دون نقط هكذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم كتابة القرآن كتب بين يديه بهذا الشكل وأقره تمام أيها الأحبة هل كان النبي يعد الحروف في ذلك الوقت يعني لا أتصور طيب أنا لدي الحديد الحديد أحبتي في الله ثلاث آيات الحديد بأل التعريف طبعا كلمة حديد ذكرت ست مرات حديد أما الحديد ثلاث مرات دعوني أتأمل معكم الآيات التي ذكرت فيها كلمة حديد حديد دعوني أعود للرسم الأول المنقط الآية الأولى قل كونوا حجارة أو حديدة تمام أحبة الفلة إذن قل كونوا حجارة أو حديدة هذه الآية الأولى الآية الثانية آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد هذا الكلام يحتاج إلى سهرة أخرى لكي لا نشرد عن الموضوع سيدنا ذا القرنين عليه السلام امتلك تكنولوجيا متطورة لصناعة الردم الردم استخدم قطع الحديد وكان ينفخ فيه النار ويصب عليه النحاس فيشكل خليطة قوية جدا صعبة الاختراق حبس وراءها يأجوج ومأجوج وهم يعني مخلوقات تفسد في الأرض طبعا هذا موضوع سنخصص له إن شاء الله حلقات يعني موضوع مشوق إذن هنا كلمة الحديد ذكرت أيضا مع سيدنا ويسألونك عن ذي القرنين الآية الثالثة تتحدث عن النار يا لطيف ولهم مقامع من حديد هذا الحديد الذي أنكرته أيها الملحد في الدنيا ستعذب به يوم القيامة انتبه انتبهوا أحبتي في الله القضية ليست قضية يعني معلومات هذه قضية تحدد مصيرك هل تدبرت القرآن هل فهمت كلام الله كما أنك أنكرت الحديد في الدنيا وأنه نزل من السماء وأنكرت هذا القرآن ستعذب به ولهم مقامع من حديد مقامع من حديد يعذبون بها في نار جهنم الآية الرابعة أيها الأحبة ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوب معه والطير وألنا له الحديد ما معنى وألنا هناك دراسات أيها الأحبة تثبت أن سيدنا سليمان هو أول من صهر الحديد وشكل منه أشكال مختلفة باستخدامها في الحروب في اللباس الذي يقي من ضربات السيف يعني وهذا دراسة يمكن أن نتحدث عنها إن شاء الله أرسلها لي أحد الأحبة تثبت أن سيدنا داود وسليمان هما يعني كان كان يصنعان الحديد بطريقة الصهر قبل سيدنا داود وسليمان لم يكن هناك من يصنع الحديد بهذا الشكل فإذن هذا إعجاز أيضا أنبأ عنه القرآن الآية رقم خمسة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هنا حديد يعني بمعنى حاد فيمكن طبعا أن نضيف هذه الآية أو لا نضيفها لآيات الحديد يعني يمكن أن نضيفها إذا أردنا أن نقول إننا نبحث عن كلمة محددة بغض النظر عن المعنى اللغوي يجب أن نحسبها أثناء دراستنا إذا قلنا نريد أن نراعي المعنى اللغوي يجب أن لا نعدها نعد فقط الآيات التي تدل على الحديد آخر آية وأنزلنا الحديد يعني سلسلة الآيات هذه ختمت بآية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الآن أيها الأحبة المعجزة هنا انتبهوا معي هذه الآية مثلا تتركب من 22 حرف أبجدي هذه الآية فيها هنا على اليسار لا أدري هل الشاشة واضحة هنا على اليسار عدد الحروف عدد الحروف الهجائية أو الأبجدية يعني مثال فقط لمن لا يعرف هذه الآية فيها 22 لام عدد حروف اللام 22 عدد حروف الألف 21 النون 14 الياء 11 انظروا تتلون بالأحمر الواو 8 الميم 7 السين 7 الباء 7 الهاء 6 وهكذا عدد الحروف 22 حرف الآية التي قبلها مثلا 21 حرف مثلا قل كونو حجارة أو حديدا 12 حرف يعني مثلا الألف أربع حروف واحد اثنان ثلاثة أربعة الواو ثلاثة كونو اثنين أو مرة ثلاثة حروف الواو الدالة اثنين فقط حديدة الحاء اثنين حاء هنا وحاء هنا بالأحمر الياء واحد طبعا البرنامج يرتب الحروف حسب الأكثر تكرارا إذن كما نرى هنا طيب أنا الآن خطرت برأسي فكرة طبعا أنا نشرتها على موقعي قبل مدة من الأشياء المذهلة حقيقة أنني قلت أريد أن أبحث كم حرفا استخدم في تركيب هذه الآيات الستة الآيات التي ذكرت فيها كلمة حديد كم حرفا استخدم في بنائها وكانت مفاجأة هنا أيها الأحبة أنا حددت الآن الآيات عندما أحدد الآيات يعطيني هنا العدد الكامل للحروف التي تشكلت منها كل الآيات هذه أنا هنا في البرنامج حددت الآيات انظروا عندما أضغط على آية واحدة يعطيني هنا مثلا اثنين وعشرين الآية التي قبلها واحد وعشرين حرف الآية التي قبلها تمنتعشر حرف الآية التي قبلها مثلا عشرة أحرف ولهم مقامع من حديد الآية التي قبلها ولكن كل الآيات إذا حددتها هكذا تتركب من ستة وعشرين حرف هجاء أكثر حرف تكرر هو الألف سبعة وخمسة مرة الوزن الذري للحديد طيب لماذا الرقم ستة وعشرين قبل قليل ماذا قلنا قلنا إن الله عز وجل عندما أنزل الحديد أراد لعنصر الحديد أن يتركب من ستة وعشرين إلكترون هو العدد الذري لأن كل عنصر في الطبيعة أيها الأحبة الذي يميزه عن غيره هو العدد الذري لا يوجد عنصرين لهما نفس العدد الذري عندما نقول العنصر الذي عدده الذري ستة وعشرين هو الحديد انتهى العنصر الذي عدده الذري مثلا واحد هو الهيدروجين العنصر الذي عدده الذري اثنان هو الهيليوم معروف الكربون ستة الأكسوجين ثمانية الأزوت أو النيتروجين سبعة وهكذا حتى تبلغ أكثر من مئة عنصر طيب الله عز وجل الذي أنزل الحديد دقيقوا معي أحبتي في الله دعوني فقط أنا أكبر الصورة الله عز وجل الذي أنا سأتكلم كلام دقيق جدا الله عز وجل الذي أنزل الحديد ركبه من ستة وعشرين إلكترون هو العدد الذري للحديد رقم كوني لا يوجد أي عنصر آخر له نفس الرقم ستة وعشرين هذا الخالق العظيم هو الذي أنزل القرآن وركب الآيات التي تحدث فيها عن الحديد من ستة وعشرين حرف هجائي نفس العدد الذري للحديد وقال لنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس دقيقوا أحبة فلساء كرر الذي خلق عنصر الحديد وركبه من ستة وعشرين إلكترون هو العدد الذري هو الذي أنزل القرآن وركب آيات الحديد من ستة وعشرين حرف هجائي نفس العدد الذري للحديد ليقول لك إن الذي أنزل الحديد هو الذي أنزل القرآن أنا لا أجد تفسير آخر غير هذا الكلام الذي قلته هذا التطابق لا يمكن أن يأتي بالمصادفة مستحيل الذي يؤكد لي هذا الكلام أيها الأحبة أنني عندما قلت طيب هناك آية آية هنا مثلا آية لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذه الآية قال لي أحد الملحدين هذه الآية يجب أن لا تحسبها لأنها تتحدث عن معنى آخر فبصرك اليوم حديد أي حاد ليس لها علاقة بعنصر الحديد سبحان الله قمت باستثناء هذه الآية من هنا استثنيت هذه الآية بقي عندي خمس آيات فقمت بتحديد الآيات الخمسة وإذا بها تتركب من ستة وعشرين حرف أيضاً لم يتغير التركيب الهجائي للآيات بقي ستة وعشرين حتى لو استثنينا منها آية فبصرك اليوم حديد باعتبار أنها تدل على حدة البصر ليس لها علاقة بالحديد قال لي ملحد آخر سبحان الله سلسلة يعني لا تنتهي من وكلما انتقد ملحد القرآن تظهر معجزة جديدة طبعاً قال لي ملحد آخر هذه الآية ولهم مقامع من حديد يجب أن لا تحسبها لأنها يعني هذه تدل على الآخرة وحديد النار حديد الجهنم غير حديد الدنيا فقل سأستثني هذه الآية سبحان الله وعندما حسبت الحروف بقية 26 لم يتغير العدد الذر حتى لو استثنينا الآية التي تتحدث عن العذاب النار والعياذ بالله آخر شيء أيها الأحبة يعني عندما قمت أيضاً انتقد أحدهم وقال أنت هنا تتحدث عن حجارة أو حديداً هذا الكلام أيضاً يجب أن تستثني هذه الآية قل كون حجارة أو حديداً لأن لأن هذه الآية حقيقة نحن استثنينا هذه الآية وهذه الآية قال يجب أن تستثني هذه الآية لأن لأنها تتحدث عن تحلل جثث لا تتحدث عن الحديد صراحة عنصر الحديد يعني هنا مثلاً آتوني زبر الحديد الحديد 26 وألنا له الحديد الحديد 26 وأنزلنا الحديد أما هنا تتحدث عن تحلل الجثث والكذا قل كون حجارة أو حديداً سبحان الله أنا بالصدفة يعني قمت باستثناء هذه الآية أيضاً وبقي لدي ثلاث آيات فيها كلمة الحديد بالتعريف الحديد 2 الحديد 3 حتى بالبحث إذا كتبنا الحديد وبحثنا نجد هناك ثلاث آيات حتى لو فعلنا ذلك وبحثنا حددنا الثلاث آيات وأردنا أن نبحث عن التركيب الهجائي لهذه الآيات الثلاثة سبحان الله نجد الحروف 26 حرف نفس العدد الذر الحديد طيب يعني هل يعقل هذا بالله عليكم يعني أنا أريد أن أسأل أسألك أخي الحبيب كإنسان منصف يعني دائماً يأتيك العدد 26 يعني يعني بالصدفة كيفما حسبت آيات الحديد يأتيك العدد 26 وهو العدد الذر الحديد هل النبي علم هذا العدد؟ هل كان أصلاً في زمنه مكتشف تم اكتشاف التركيب للذر للعناصر أو الجدول الدوري للعناصر هذا شيء حديث في العصر الحديث طيب هنا لاحظوا أيها الأحبة أن كلمة الحديد هنا ذكرت في الكهف وفي سبا ولكن سورة الحديد سورة الحديد رقمها هنا دققوا معي في المصحف 57 لماذا لماذا 57 أحبتي في الله رقم سورة الحديد الحقيقة يعني أنا تأملت القرآن الكريم وجدت يمكن أن أقول هذه العبارة الدقيقة الله عز وجل أنزل الحديد وجعله يستقر أصلاً في نواة الأرض في باطن الأرض في مركز الأرض وأنزل سورة الحديد ووضعها في مركز القرآن في منتصف القرآن عدد سورة القرآن 114 تأسيم 2 يعطينا 57 هي سورة الحديد لاحظتم ليقول لك مرة أخرى ليقول لك أيها الملحد إن الذي أنزل الحديد وجعله يستقر في مركز الأرض هو الذي أنزل سورة الحديد وجعل ترتيبها 57 مركز القرآن هذا دليل إضافي طيب قد يقول قائل هناك حديد 56 وحديد 58 وكذا لماذا اختار 57 نقول أيها الأحبة لأن ما يميز حديد الأرض هو المجال المغناطيسي الذي يحدثه هذا الحديد لحمايتنا وحمايتك أيها الملحد من شر الرياح الشمسية القاتلة هناك مجال مغناطيسي يمتد لأكثر من 60 ألف كيلو متر حول الأرض مجال مغناطيسي يمتد ل60 أو أكثر ألف كيلو متر هذا المجال مسؤول عن حماية الأرض من الرياح الشمسية القاتلة ومسؤول عن حماية الأرض من الأشعة الكونية هناك أشعة كونية وأشعة جامة وأشعة كذا وجسيمات كثيرة جدا باستمرار تأتي بسرعة تخترب من سرعة الضوء تريد أن تخترق الغلاف الجوي للأرض ولكن يتصدى لها على ارتفاع 60 كيلو متر عفواً 60 ألف كيلو متر يتصدى لها الغلاف المغناطيسي أو المجال المغناطيسي للأرض أنا يمكن هنا أن ننظر إلى الصورة طبعاً أنا سأحاول أن أبحث مباشرة عبر موقع جوجل عن صورة وأظهرها لكم أيها الأحبة عن المجال المغناطيسي للأرض سأبحث فقط عن دراسة حديثة عن المجال المغناطيسي للأرض يعني هنا خرجت لدي مقالات كثيرة سأحاول أن أجد لكم بحثاً هكذا على الإنترنت نستطيع أن نستفيد منه طبعاً هنا أيها الأحبة لدينا يعني أنا دعوني أبحث بالصور فقط أريد أن ننظر إلى المجال المغناطيسي للأرض هنا أيها الأحبة هنا أحب أن نرى هذه هنا أيها الأحبة فقط أحببت أن نتأمل هنا أحبتي في الله معلش أتعبتكم معي ولكن أنا أبحث عبر الإنترنت مباشرة أبحث لكم عن المجال المغناطيسي الهائل للأرض هنا أيها الأحبة انظروا هذه كرتنا الأرضية وهنا تنطلق طبعاً هذه رسم يعني رسم جرافيك ليست صورة حقيقية تنطلق الخطوط الطيف أو المجال المغناطيسي للأرض وتتصدى لل الأشعة الكونية والرياح الشمسية القاتلة هنا والجسيمات الحارقة التي يمكن أن تصيب الأرض وتدمر الأرض أيها الأحبة لو دخلت إلى إلينا يعني سبحان الله فهذا هو المجال المغناطيسي إذن نحن لا ننتفع بالحديد الموجود في الأرض في باطن الأرض إلا بخصائصه المغناطيسية لذلك الله سبحانه وتعالى اختار عنصر هو عنصر الحديد سبعة وخمسين الذي له خصائص مغناطيسية مهمة جدا في العلم الحديث فجعل سورة الحديد رقمها سبعة وخمسين مساويا أو مطابقا للنظير حديد سبعة وخمسين الذي فيه خصائص مغناطيسية مهمة وقوية جدا يعني اختار النظير المناسب ولكن العدد الذري لا يوجد أعداد ذرية يعني مثلا 26 لا هو عدد ذري واحد لذلك جاءت الحروف الهجائية التي تركبت منها آيات الحديد كلها 26 حرفا مجموعة يعني إذن أيها الأحبة أنا الآن طبعا لا أريد أن أطيل عليكم سألخص ما رأيناه في هذه الحلقة المهمة من حقائق علمية يقينية وأترك الحكم لعقلك أيها الملحد أيها المشكك شغل عقلك العلم الحديث يقول أن الحديد لم يتشكل في الأرض ولم يتشكل أثناء خلق الأرض تشكل في الانفجارات النجمية البعيدة سوبرنوفا وجاء على شكل أمطار غزيرة ونيازك وغبار وكذا وبسرعات هائلة أثناء تشكل الأرض واستقر في باطن الأرض وشكل نسبة 10% من قشرة الأرض أيضا وبالتالي فإن هذا العنصر نزل من السماء هذه أول حقيقة الحقيقة الثانية أن هذا العنصر الحديد هو الوحيد الذي يتميز ببأس شديد البأس الشديد يعني متانة وصلابة ومرونة لا يوجد غيره في الطبيعة الحقيقة الثالثة أن أكثر عنصر ننتفع به في حياتنا في الصناعة الحديثة في العصر الحديث هو الحديد إذن هذه الحقائق لخصها لك الله سبحانه وتعالى في كلمات قليلة جدا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزلنا الحديد أي من السماء فيه بأس شديد المتانة والصلابة وكذا في الحديد ومنافع للناس أكثر عنصر ننتفع به هو الحديد تمام ثم لكي يزيل عنك الشك قال لك إنني إن الله أنزل الحديد ركبه من 26 إلكترون هو العدد الذر للحديد ركب آيات الحديد من 26 حرف هجائي ومهما غيرت فيها سواء أخذت حديد أو الحديد أو حديد يعني كلها مهما غيرت تجد العدد 26 نفس العدد الذر للحديد وكما أنه وضع سورة الحديد في مركز القرآن جعل الحديد أنزله وجعله بشكل أساسي يتركز في مركز الأرض واختار رقم سورة له هي مركز القرآن 57 تطابق أحد أهم نظائر الحديد ذات الخصائص المغناطيسية التي ننتفع بها وهو الحديد 57 طيب بعد كل هذه الحقائق كل هذه الحقائق يأتي ملحد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ألف هذه الآية أقنعني رجاء يعني قبل أن تقنع الناس أقنعني أنا قل لي كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديد هو العنصر الوحيد الذي يتميز بالبأس الشديد وهو الأكثر نفعا للناس كيف علم هذه المعلومة وكيف علم أنه نزل من السماء لم يتشكل على الأرض وكيف علم أن العدد الذري للحديد ليركب لنا آيات الحديد من نفس العدد الذري 26 حرف هجائي وكيف علم أن الحديد في مركز الأرض ليضع سورة الحديد في مركز القرآن وكيف علم أن الحديد أحد أهم نظائر الحديد ذي الخصائص المغناطيسية هو الحديد 57 فاختار السورة لقم 57 ليجعلها سورة الحديد يا أخي ساني استخدم عقله أريد أن أفكر بعقل وحكمة هذه ما قلته الآن هو واحد بالمليون من إعجاز القرآن وأقل يعني هناك لو أردنا كل يوم أن نقوم بسهرة كهذه والله أيها الأحبة كل يوم نتحدث عن كلمة أو كلمتين من القرآن سنجلس مئة سنة ولا ننتهي ولا ألف سنة حتى قرآن غزير فكل هذه المعلومات جاء بها النبي هكذا من لا شيء إذن يجب أن نكون منطقيين ونعترف أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته صادق في دعوته إلى الله عز وجل وهذا إثبات ماد ملموس لذلك أحبتي في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحقائق كل من يشاهدنا ويرانا الآن ترجمة نانسي قنقر